عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جدوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة بعرات العالة رعاء الشاء لتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مريا ثم قال يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية وهو حديث عمر الخطاط رضي الله عنه وهذا الحديث ذكره مصنف رحمه الله بعد حديث النية لعظيم مكانته وغزارة ما فيه من المعاني فإن هذا الحديث اجتمل على بيان أمور الدين كلها على وجه الإجمال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث لما سأل أتدري من السائل قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجعل ما تضمن وهذا الحديث الدين وذلك أنه اجتمل على أصول ما يجب علمه ومعرفته في أمور الدين سواء كان في أعمال الظاهر أو كان في أعمال الباطن ولهذا يصنف هذا الحديث ضمن وصول الأحاديث حتى سماه بعض أهل العلم بأم السنة يطلق عليه بعض أهل العلم بأنه أم السنة مثل ما سميت الفاتحة أم القرآن لأنه اجتملت على معانيه وعلى مقاصده وكذلك هذا الحديث اجتمل على معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد السنة النبوية ولذلك سمي أم السنة وهذا وجه ابتداء المؤلف هذه الأحاديث بذكر حديث عمر بعد حديث النية فإنه لشريف مكانته وعظم منزلته بدأ به وقد بدأ به بعض أهل العلم مؤلفاتهم فالبغوي بدأ به كتابه الشهير المصابيح لذلك بدأ به كتابه شرح السنة وذلك لأن هذا الحديث جمع أصول ما يجب معرفته وما يجب العمل به في دين الإسلام هذا بيان وإضاح لمنزلة هذا الحديث ومكانته هذا الحديث تفرد بروايته مسلم عن البخاري وقد أخرجه مسلم من طريق كهمس عن عبد الله بن بوريدة عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تضمن هذا الحديث بيان أربعة أمور بيان أربعة أمور الأمر الأول الإسلام الأمر الثاني الإيمان الأمر الثالث الإحسان الأمر الرابع الساعة فما تناوله هذا الحديث شامل لكل ما يحتاج إلى علمه ومعرفته في أصول الدين في أعمال الظاهر وأعمال الباطل فإن جميع ما في الشريعة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل ما جاءت به الرسول لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة الإيمان بالإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر قوله رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم شروع في بيان الحديث وقوله بينما ضرف زمان وهو يشعر بمعنى المفاجأة وذلك أن الحدث الذي تضمنه هذا الحديث لم يكن حدثا عاديا متوقعا بل هو حدث مفاجئ لذلك عبر عنه بينما التي تفيد ضرفية الزمان وتشعر بالمفاجأة ويؤكد ذلك معنى الشرط حيث قال بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بيضثها إلى آخره وقوله صلى الله عليه وسلم جلوس عند رسول الله ولم يحدد المجنس قد يكون في المسجد قد يكون في غيره المقصود أنه مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بين يديه يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم ويديرون الحديث معه اطلع عليهم رجل وهذا الرجل طلع على صفة غير مألوفة فهو شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد وبه يعرف لماذا وصف ثيابه وسواد شعره لأن هذه الصفات تكون في الغالب من المقيم الحاضر أما الطارئ البادي فإنه لا يكون على هذه الصفة غالبا فليأتي بثياب بذلة أو متسخة كذا يأتي بشعر قد شعث من السفر أما أن يأتي بهذه الصفة في هذه هيئة غريبة لا سيما أنه رجل غير معروف لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد أي لا يعرفه أحد من الصحابة فتعجبوا من هيئته ومن حاله ولعله جاء على هذه الصفة ليشد انتباههم إلى ما سيكون من حدث ولم ينتهي عجب حاله بهذا بل وصف عمر رضي الله عنه مزيدا من غرابة حاله قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منتهى طلوعه أنه جاء وجلس وطوى الحديث هل سلم هل سعى لأين محمد كل هذا طواه إلى ما هو مستغرب يعني السياق في ذكر الغرائب من حاله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي أسند هذا الرجل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد هنا الملاصقة والمقاربة والاعتماد وهذا فيه قرب شديد مع أن العادة في حال الغريب أن لا يقترب من من يرد إليهم بل يجلس مجلساً يكون فيه في موضع مثله أما هذا القرب فلا يكون إلا من من هو مألوف ومعهود وجرت العادة بغشيانه الشخص فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه أي وضع هذا الرجل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه مزيد اعتناء واهتمام وطلب للتفرغ والإقبال يعني لما تأتي إلى شخص وتضع ركبتيك إلى ركبتيه ثم تضع يديك على فخذيه هذا سيجعله مقبلاً عليك إقبالاً تاماً مجتبي يعني يرى ماذا تريد وما حاجتك فقال يا محمد وهذا أيضاً من غرائب حال السائل أنه لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه باسمه المجرد ولم يخاطبه بوصفه نبياً أو رسولاً أو بكنيته فقال أخبرني عن الإسلام أي أعلمني ما الإسلام قل لي في الإسلام قوناً أستبين به ما هو وأعرف به أي شيء هذا الإسلام الذي جئت به أخبرني عن الإسلام فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أركان الإسلام ودعائمه التي يبنى عليها وهي في مجموعها أعمال جواره فالشهادة قول باللسان والصلاة والصوم والزكاة والحج كلها أعمال بدنية فقال الرجل قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد سيأتينا تفصيل هذه الدعائم في حديث ابن عمر القادم فنقتصر على أبرز ما معاني هذه الكلمات أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي أن تظهر وتعلم وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالشهادة بناءها على الإعلام والإبانة والإظهار وهذا الركن الأول قوله وتقيم الصلاة هذا الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقامة الصلاة والمقصود بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة التي فرضها الله تعالى على عباده وإقامتها يكون بالإتيان بها على الوجه الذي أمر به فعلا وصفة وقتا ومكانا وتؤتي الزكاة هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام ودعائمه وهو إيتاء الزكاة وإيتاءه يكون بإخراج الزكاة الواجبة من الأموال التي تجب فيها الزكاة على الصفة المشروعة قدرا ومخرجا قدرا ومخرجا أما قوله وتصوم رمضان فهذا هو رابع أركان الإسلام ودعائمه ورمضان شهر فرض الله تعالى صيامه على الوجه الذي بينته السنة بينه القرآن وبينته السنة بعد ذلك قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل هذا خامس أركان الإسلام ودعائمه وهو حج البيت الحرام على من أطاقه وقدر على الوصول إليه على الوجه الذي شرعه الله تعالى فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة قولية أو بدنية أو مالية فمنها ما هو عمل بدني خالص كالصلاة والصوم ومنها ما هو عمل بدني مالي كالحج ومنها ما هو عمل مالي كالزكاة هذا ما تدور عليه هذه الأعمال قوله بعد ذلك صدقت هذا من عجائبي حال السائل ولذلك قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه كان الرجل عجيباً في لباسه وحاله كان عجيباً في سؤاله ودنوه وطريقة سؤاله كان عجيباً في تصديقه فهذا ثالث ما ذكره ما ذكر في هذا الحديث من عجائبي هذا السائل وقوله صدقت أي أنك أخبرت بالواقع هذا معنى صدقت لما تقول الشخص صدقت يعني ما تكلمت به مطابق للواقع وهذا لا يقوله إلا من كان عارفاً بحقيقة الشيء إذا قال لك شخص جاء زيد فقلت له صدقت فأنت قد علمت أن زيداً قد حضر وإلا فإنك لا تصدقه إلا إذا كنت عالماً فكان هذا من عجائبي حاله ولذلك قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان انتقل إلى سؤال ثاني قال أخبرني عن الإيمان أي أعلمني ما هو الإيمان أي شيء هو الإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر والقدر خيره وشره ومعنى قولي أن تؤمن أي أن تقر جازماً بالله وبملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر والقدر خيره وشره فالإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول وبه يعلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف الإيمان بما هو من أعمال القلوب من أعمال الباطن لأن الإيمان عمل قلبي جماعه الخضوع لله والانقياد له والقبول لخبره وقوله أن تؤمن بالله الإيمان بالله طبعاً كل أصل من هذه الأصول تفصيله يحتاج إلى بسط نجملها نقول أن تؤمن بالله الإيمان بالله يتحقق بالإيمان بوجوده بإلهيته برببيته بأسمائه وصفاته هذا يتحقق به الإيمان بالله الإيمان بالملائكة بوجودهم وأنهم خلق خلقه الله تعالى من نور ومكنهم مما مكنهم منه من قدرات وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم خلق خلقهم الله من نور لهم أحوال جاء بيانها في الكتاب وسنة فيؤمن بذلك إجمالاً وتفصيلاً في ذلك الكتب الإيمان بأن الله أنزل على رسله كتباً تضمنت الهدايات والدلالة عليه والتعريف به فنؤمن بها إجمالاً ونؤمن بما سماه الله تعالى منها على وجه الخصوص كذلك الملائكة نؤمن بهم إجمالاً ومن سماهم الله تعالى على وجه الخصوص كذلك الرسل الإيمان بالرسل نؤمن بأن الله أرسل رسلاً يخجون الناس من الظلمات إلى النور ومنهم من سماه الله تعالى فنؤمن به على وجه التعيين ومنهم من لم يسمه الله تعالى فهذا نؤمن به على وجه الإجمال واليوم الآخر أي نؤمن ب ما يكون بعد الموت مما جاءت به الأخبار في القرآن والسنة فاليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يبتدئ من الإيمان بما يكون بعد الموت فإنه أول من القبر أول من الزل الآخرة بس الله أن يحسن لنا ولكم العاقبة ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر أي تقر بأن الله علم الأشياء قبل خلقها وأنه كتبها جل في علا وأنه ما من شيء إلا فهو بمشيئته وأن الله خالق كل شيء في الكون فما من حركة ولا سكون إلا الله خالقها سبحانه وبحمده يكون قد علمها وكتبها وشاءها وهو الذي أوجدها سبحانه وبحمده هذا هو الإيمان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لهذا السائل في هذا الحديث إجمالا قال السائل صدقت وهذا كسابق أي أنك أخبرت بما يطابق الواقع في حقيقة الإيمان إذن تبين لنا من خلال ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة أعمال الجوارح وقول اللسان وعرف الإيمان بالأعمال الباطنة أعمال القلوب من الإقرار واليقين والقبول لما جاءت به الرسل ولما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الإحسان هذا ثالث المراتب أخبرني عن الإحسان أي أعلمني ما هو الإحسان أي شيء هو الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك معنى قوله أن تعبد الله كأنك تراه أي أن تحقق العبودية لله جل وعلا في الظاهر والباطن في الإسلام والإيمان كما لو كنت ترى الله تشاهده تبصره ولا ريب أن عبادة من يشاهد أتقن وأحسن من عبادة من لا يشاهده الإنسان فإن المشاهدة تقتضي تماما الإتقان الممكن من العبد وهذا وبهذا يتبين أن الإحسان أعلى مقامات الدين الإحسان أعلى مقامات الدين لأنه الكمال في الإسلام والكمال في الإيمان الكمال في الأعمال الظاهرة والكمال في الأعمال الباطن أن تعبد الله كأنك تراه فإن قصر الإنسان عن هذه المرتبة فإنه ينزل إلى التي تليها فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي إن لم تكن تقوى على استحضار هذه المرتبة وهي أن تعبد الله كأنك تراه في اليقين بشهوده ورقابته وعلمه وسمعه ومصره فإنه يستحضر أنه بأن الله تعالى يراه فإنه يراك مرتبة واحدة وليس مرتبتين وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقول فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه توطئة أو هذه تحفيز على المرتبة الأولى هي مرتبة ودرجة توصلك إلى المرتبة الأولى شهودك أن الله يراك هو مما يرتقي بك إلى أن تعبد الله كأنك تراه وعامة الشراح على أن الإحسان مرتبتان أو أن الإحسان مقامان مقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه والمرتبة الثانية أن تعبد الله مستحضرا شهوده لك فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا ثالث ما تضمن الحديث بيانه وخلاصة الإحسان أنه أعلى المقامات أعلى مقامات الدين لأنه تكميل للإيمان وتكميل للإسلام تكميل للأعمال الظاهرة وتكميل للأعمال الباطنة بعد أن فرغ من ذلك قال فأخبرني عن الساعة نخف على هذا ويقبله إن شاء الله في الدرس الثاني